يا حسني إيه الأنبار؟ هل هو أبروكرا على الفيلم غوسك؟ مش سيرة في ممكن إيه بقى يعني أول لتجربة ليك أو أول بطلة وطلقة ليك تعال ما لها حاجة الرافيكس؟ أكيد الموضوع كان صعب ورسكيك إيه بقى حتى الراستر ازاي أول حاجة أنا وصلتني أنت وعانا النهاردة في كلمة بثر من محباش كلمة بطلة وطلقة مش حاجة اسمها بطلة وطلقة ما فيش حاجة اسمها بطلة وطلقة ما فيش بطل بينجح لوحد عشان هو أين كان هو مين أو اسمه أين؟ أو تاريكو الشغلانة دي أو الإنسيرمة عن مثل هي شغلانة جماعية عشان تنجح فينا لازم بتعترض على كيمورك كميرا فمن أول شركة الإنتاج تراند بي أف أكس لأنه هما برضو شركة غرافيكس والمخرج الشامر رشيدي والأبطال اللي معايا أثارات وحناني وهنية المنت الزغيرة وميلة هادي كل الكروع أحمد البيض كل دور أبطال فأنا مش بعمل بطولتي مطلقة ولكن أنا ممكن أبقى وأخد لي دوري في الفيلم سعيد جداً بيه وسعيد بالريسك اللي كلنا أخدناه في توقيت يمكن كانش مقدعة لناس كتيراً أنا أخد ريسك في فيلم زي ده فيلم أو فيلم معترض على بالنسبة كبيرة جداً يمكن 90% من فيلم بالنسبة كبيرة جداً يعني أنت بجم تحب بكلمة بطولة مطلقة أنت ضد الكلمة دائعة بي Pharaoh made the design exist كانني موجود بالنسبة لي إن هاتف بيشتغل على عمل بيإنجح بسً بيروح كويسة بمجهود بـ بـ أم أنت ممكن دعمل معجود بس في التجارة ان في التجارة غ Angeles يعني لايز أقوله أن أن الده فيلم زي ما راس كتير قاوي قد ما سمعت أن الده فيلم كوروكس فممكن تفن شوي لكن هو ريسك هو بس ريسك محسول ليه ريسك محسول لان انا بعملوا على شركة جرافيكس شركة جرافيكس دي اثباتت خمس ست سنين في الاعلان الكتير اللي نزلت ان الجرافيكس بتاعتنا وصلت لليفل ده يفضل عن هاريوود ما كانش احسن شوية كمان فاحنا بقيين لعندنا التقنية العالية جدا في الجرافيكس فالنهار دي لما شركة حققت دار وبتفكر تنتج لأول مرة اكيد مش هتاخد ريسك او هتاخد ريسك ان هي هتاخد قراص دي ده وتعملوا لكن هتبقى هيبقى موضوع مدروس انا عارفة ان الفيلم ده بدأ كلام عليه او بدأت وتشتغلوا عليه من عشرين عشرين دلوقتي احنا في عشرين اربعة عشرين ايه اني يخليك تستحمل اربع سنين كمين وانتو لسه متحضروا في الفيلم ايه اللي يخليك تستحمل كل ده احكيلي بقى ايه اني شبته في الفيلم وانت لسه ما شفتش حاجة يعني ما كانش هي لسه ساعتها حاجة انت شايفها بعانيك تخليك تقول الفيلم ده هتكون سر الدنيا او هيكون فيلم مختلف اه هو فيه كم اقوله كده بتقوله الموهبة في الاختيار تختار ايه انا لما اتعرض عليها اسكر انا طول الوقت بيتعرض عليها فيلم سينما والسينما دايما بقول الكلمة والسينما بفعش سوري اني بفعش تعمل فيلم وطورة سوري عدم معها والناس تقلق لا السينما سوري على ايه؟ سوري على ايه بالزبط هتبقى عملك فيلم وعملته وحش فتلول سوري غامعة سامحوني الى بعده ممكن الكلام ده في الفيديو وفي المشلسلات لكن في السينما فيه فنائين كثير ممكن يكونوا بيعملوا كده عشان يبقوا متشافين وعملوا حاجة تقول ان اللي بيعمل فيلم وحش ما بيعملش غيره بيبقى صعب اوي انه ياخد بطولة تاني الا لو عنده كرادة كبيرة لازم يبقى نازل نجح في الاول عشان الناس تنزله من بيوتها ودروسن كده ريسك في ايه ان انا في التوقيف ده اخطار ان انا عمل كده ولو تلاحني ان انا مش متواجد في التلات سين اللي فاتو في الاعمال الدرامية زي ما كنت بابقى موجود في الاول بسبب الفيلم بسبب ان انا عايز اعمل تركيز جامل جدا على الفيلم عايز كل طب تي تروح في التجاهل الفيلم ده لانه هو استالين الورق هو اللي بيختمها زي ما قلتلك شركة الانتاج باصل الشركة الرافكس وعملت اعمالها عظيمة ده حقيق عايز اقول لي في التحضيرات سهلت علينا حاجات كتيرة اوي احنا كل النواسلين اللي بيشتغلوا في الفيلم ده كل التقنيين وكل تيم الاخراب وتيم الانتاج احنا كلنا عارفين احنا بلعمل ايه ممكن يبان للناس ان احنا بنصور بشكل غريب ما طب تصور فيه جرافيكس فانت مش عامل انت بتصور مع الهواء ايه صعبة جدا صعبة صعبة جدا بس احنا مزاكلين ومحضرين كويس اوي فبالنسبة لنا الموضوع سار طب احتييه ده عن كاستة بتاع الفيلم بصي انا باعش على هانادي و هانادي شهدتي فيها تبقى مجروحة لان انا بحباها جدا على مستوى الشخصي و انا فرحان بيها اوي في الفيلم حقيقي انا بش بجامل في الشغل خلص هانادي مفاجأة في الفيلم ان شاء الله والشاور راشيدي عامل معاه شغلي كويس جدا وهي مزاكلة كويس اوي و عاملة عاملة مجود كبير اوي ان شاء الله يظهر للناس و يحبوه منها جدا جدا هو مبدايا صاروط احنا حاجة في الفيلم بالنسبة الي لانه هو النفس بتاعي انا لو قدرنا ننجح في ان احنا نعمل جرافيكس عظيمة و نعمل قصة عظيمة و نعمل قصة عظيمة و تنباوروا في كل ده التوتش بتاعنا المصري بتاعنا هو صاروط فهو احنا حاجة في الفيلم بالنسبة الي انا مبسوط ان اول مرة اللي تابن يبقى في اسكار بس مش تبقى اخر مرة